بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء أهلا بيكم هنحل النهاردة ان شاء الله امتحان محافظة القليوبية يلا مع بعض نبدأ بسؤال الخريطة هنا جايب لنا بقى خريطة العالم في المحافظات اللي فاتت كنا بناخد خراية قرات لكن دلوقتي في خريطة القليوبية أو في محافظة القليوبية جايب لك ايه جايب لك العالم كله تعالوا جدا نشوف ايه للبيانات المطلوبة رقم واحد خليج هنا الخليج اللي بيشاور عليه السهم ده موجود في جنوب قرة أمريكا الشمالية ده خليج ايه المكسيك خليج المكسيك طيب رقم اتنين نهر النهر رقم اتنين ده نهر في شمال أسيا من أنهار شمال أسيا عارفين أنهار شمال أسيا الثلاثة أوب وينسي ولينا طب ده أنه فيهم بقى ده أول واحد فيهم هو نهر أوب نهر أوب لو جنبه منه كده يبقى ينسي لو في الآخر كده يبقى إيه لينا وخدهم بالترتيب أوب ينسي لينا وطبعا الأنهار دي بتصب في المحيط القطبي الشمالي ولذلك هي ليس لها أهمية اقتصادية بسبب تجمدها معظم شهور السنة رقم ثلاثة هدبة الهدبة اللي بيشور عليها السمينة في دولة أسبانيا تبقى هدبة الميزيتا هدبة الميزيتا رقم أربعة سلالة بشرية بتوجد في قارة أستراليا هي السلالة الزنجية كده حلينا سؤال الخريطة تعالوا نكمل ونشوف رقم بيه في السؤال الأول اكتب ما تشير إليه كل عبارة جزر تقع شمال قارة أستراليا ويفصل بينهم بحر أرافورة دي بنسميها جزر إيه أندونيسيا موجودة قدامنا في الخريطة أهوت زي ما احنا شايفين أهيه دي جزر أندونيسيا أقليم مناخي يتعرض أحيانا لعواصف مدارية مثل التيفون ده بنسميه الأقليم المعتاد لشرق القراط أو الأقليم الصيني رقم ثلاثة مجموعة تتبع السلالة الكوكازية وتشمل معظم سكان غرب ووسط أوروبا برضو سؤال ده مرة علينا قبل كده في الامتحانات اللي فاتت دي المجموعة القلبية أربعة سهول يتركز فيها السكان حيث المناخ المعتادل والنشاط السياحي دي بتبقى السهول الساحلية نكمل مع بعض ونشوف بقى الأسئلة قارن بين السهول الفايدية في قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية من حيث الامتداد وأهم الأنهار هنا بقى بنعمل جدول وبنكتب السهول الفايدية في أوروبا بالنسبة لامتدادها طبعا هي متمثلة في السهل الأوروبي العظيم وده بيمتد من المحيط الأطلنطي غربا إلى جبال الأوروال شرقا يبقى كده شفنا الامتداد بيتميز بإيه السهل دوت؟ بإنه تربته خصبة وصالح للزراعة طيب إيه هي أهم الأنهار الموجودة على هذا السهل؟ نهر الفولجة اللي هو أطول أنهار أوروبا ونهر الراين ونهر الدانوب يبقى بنكتب الفولجة والراين والدانوب تعالوا نشوف النص الثاني بقى من السؤال اللي هي إيه السهول في أمريكا الشمالية؟ امتدادها وأهم أنهارها سهول أمريكا الشمالية تتمثل في ألوسط أو توجد في ألوسط سهول الوسطى وده بتمتد من المحيط القطبي شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا أهم الأنهار التي تجري عليها نهر الميسيسيبي ونهر نيلسون ونهر سانت لورانس كده عملنا سؤال المقرنة نشوف دال أمامك رسم بياني يوضح معدل الوفيات في العالم استعن بيه واجب عما يأتي من الرسم البياني اللي قدامنا ده وتنحل السؤال الموجود عليه تعد قرية إيه أعلى قرات العالم في معدل الوفيات؟ طبعا يعني يعتبر متجاوب عندنا طبعا بين خالص إيه قرية أوروبا دي أعلى قرات العالم من حيث معدل الوفيات يبقى نكتبين أوروبا وما تفسيرك لذلك؟ طب ليه أوروبا أعلى قرات العالم في معدل الوفيات؟ يا ترى هي مفهاش رعاية صحية لا طبعاً ده هي فيها رعاية صحية يعني متوفرة جداً طبعاً لكن السبب هنا هو ارتفاع معدل كبار السن يعني نسبة كبار السن في القرى عالية جداً وعلشان كده نسبة الوقيات فيها بتبقى مرتفعة كده حلنا السؤال رقم واحد نشوف رقم اتنين ما العلاقة بين مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية ومعدل الوفاة أكيد طبعاً في علاقة وثيقة بينهم بيزيد معدل الوفاة كلما قلت الخدمات الصحية وكلما قلت نسبة التغذية وكان مستوى السكن غير ملائم وبتقل معدل الوفاة أو يقل معدل الوفاة كلما زادت الخدمات الصحية وتوفر السكن الجيد والتغذية الجيدة كده يبقى حلنا السؤال الأول في الجغرافيا نشوف السؤال الثاني اكتب كلمة سواب وكلمة خطأ مع التصويب هنا بقى مع التصويب ناخد بالنا تعالوا نشوف رقم واحد كده في صح هو الغلط تجري بسهول شرق قارة أسيا العديد من الأنهار أهمها نهر السند صح ولا غلط؟ لا طبعاً العبارة هنا خطأ ليه؟ لأن نهر السند مش من سهول شرق أسيا اللي من سهول أو اللي بيجري في سهول شرق أسيا هو نهر الينجستي يبقى نهر الينجستي موجود على سهول شرق أسيا نشيل السند هنا وبنكتب الينجستي طيب رقم اتنين تتشابه غابات أقليم البحر المتوسط مع غابات الأقليم الصيني بأنها غابات دائمة الخضرة فعلاً هنا العبارة صحيح تلاتة يقل السكان في دول البرزخ مثل هندوراس وكستاريكا مر علينا قبل كده برضو السؤال ده والعبارة فعلاً إيه؟ صح تعد مصر والمغرب من الدول ذات مستوى اقتصادي منخفض لا العبارة هنا خطأ هي مستوها الاقتصادي مش منخفض ولكن أقل من المتوسط يبقى أشيل منخفض وبكتب أقل من المتوسط تعالوا نشوف السؤال بما تفسر ديق السهول الساحلية الشرقية بقرة أستراليا احنا قلنا بقى خلاص اتفقنا أي سؤال يقولك فيه ديق السهول الساحلية؟ نقوله بسبب اقتراب الجبال من الساحل وهنا بيقول لأستراليا يبقى جبال الحاجز الكبير بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من الساحل رقم اتنين وجود أعداد كبيرة من الزنوك في الأمريكتين السبب هو تعرضهم للهجرة الإجبارية ضمن تجارة العبيد وده للعمل في مزارع القطن وقصب السكر التي أنشعها الأوروبيين في الأمريكتين تلاتة يتركز سكان في دولتين أغندا وكينيا برضو السؤال ده مرة علينا قبل كده نقول بسبب اعتدال المناخ يعني بسبب ارتفاع السطح واعتدال المناخ الدول دي بتقع على مناطق مرتفعة وتتمتع باعتدال المناخ وده اللي بيؤدي إلى تركز سكان فيها يبقى بسبب ارتفاع السطح واعتدال المناخ رقم اربعة اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم السبب هو تنوع الأنشطة الاقتصادية لسكان العالم واقتلاف الدخل طبعا بين السكان أو تنوع الدخل بين السكان جيم إلى أي الأقليم المناخية تنتمي كل منطقة مما يأتي مع ذكر الخصائص النباتية وأهم الحيوانات بكل أقليم شمال اليابان يا ترى شمال اليابان ده بينتمي لإيه إيه هي الأقليم المناخي اللي بينتمي ليه هو الأقليم المعتدل البارد شرق القرات أو ممكن أقول اللورانسي يبقى ده الأقليم المناخي معتدل البارد شرق القرات أو اللورانسي طيب إيه كمان قال لك بقى أذكروا الخصائص النباتية وأهم الحيوانات الخصائص النباتية لهذا الأقليم هو نمو الغابات المخروطية لأهم أشجرها السنوبر والشربين طيب أهم الحيوانات هو الدب القطبي ده الحيوان اللي هو ممكن ألاقيه في هذا الأقليم تعال نشوف السؤال الثاني شمال كندا نفسي برضو عايزين الأقليم المناخية اللي بينتمي لها شمال كندا والخصائص النباتية والحيوانات بالنسبة للأقليم المناخي بينتمي لمناخ التندرة طيب الخصائص النباتية عبارة عن طحالب تنمو سريعا في فترة زوابين الجليد أهم الحيوانات اللي في هذه المنطقة هو حيوان الرنة كده خلصنا امتحان الجغرافية تعالوا نشوف امتحان التاريخ أول سؤال سواب ما تحتوى خط وقاعد كتابة العبرات صحيحة تمكن السلطان سليم الأول من هزيمة ايه في موقع جلديران برضو السؤال ده مرة علينا قبل كده اللي هزموا من سلطان سليم في جلديران كانوا مين؟ مش الممالك طبعا هنشيل الممالك وهنكتب الصفويين طبعا نشوف رقم اتنين كان حي بولاء طبعا حي بولاء هنا غلط مقر قيادة صورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي هنشيل حي بولاء وهنكتب حي الأزهر تلاتة تمكن العرابيون من صد الهجمات البريطانية عند مدينة هنشيل بقى القصصين ونكتب ايه؟ نكتب كفر الدوار أربعة استقالة وزارة ساعد زغلول عقب مقتل مين في نوبمبر 1924 هنشيل اللورد كرومر ونكتب ايه؟ السيرلي ستاك قائد الجيش المصري في السودان السيرلي ستاك تعالوا نكمل اذكر النتاج التي ترتبت على حملة فريزر 1807 ايه هي نتيجة الحملة دي هزيمة الانجليز في رشيد والحماد وجلاء الانجليز عن مصر مقابل الافراج عن الاسرة ودخول محمد على اسكندرية منتصرا السؤال التاني حدثة قصر النيل في منتصف يناير 1881 النتيجة المترتبة على ذلك هي استجابة الخديوي توفيق لمطالب الدباط وعزل عصمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي ناظر للجهادية رقم جي ماذا كان يحدث ايه؟ لم يضم محمد علي السودان احنا عارفين طريقة حل السؤال ما يحدث منشوف ايه اللي حصل ونعكسه محمد علي لما ضم السودان حصل ايه؟ اكتشفنا منابع النيل يبقى اقول لم تكتشف منابع النيل طيب ايه كمان؟ لما محمد علي ضم السودان بنى مدينة الخرطوم يبقى لم تبنى مدينة الخرطوم طيب ايه كمان؟ لما محمد علي ضم السودان امتد النفوذ المصري الى جنوب السودان يبقى لو ما كانش ضم السودان لم يمتد النفوذ المصري الى جنوب السودان يبقى تلات حاجتها لم يتم كشف منابع النيل ولم يتم بناء مدينة الخرطوم ولم يتم امتداد النفوذ المصري الى جنوب السودان نشوف رقم اتنين في ماذا يحدث اذا لم يصدر محمد سعيد باشا اللقاحة السعيدية مش اللقاحة السعيدية ديه اللي قدت الفلاح الحق في توريس الارض يبقى لم يصبح للفلاح الحق في توريس الأرض الزراعية بس كده رقم 4 بقى آخر سؤال عندنا لمن تنسب الأعمال الآتية صار الحاكم الفعل لمصر عام 1768 ميلاديا ده مين بقى اللي عمل بحركة استقلالية كده عن الدولة العصمانية طبعا علي بك الكبير رقم 2 تزعم صورة القارة الثانية في مارس 1800 ده طبعا الزعيم عمر مكرم 3 أصدر مرسوم بإنشاء صندوق الدين 1876 الخديوي إسماعيل 4 دعا لإنشاء نقابات للعمال محمد فريد كده خدنا الشخصيات نشوف به دلل على صحة كل عبارة أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وابناء القوة الاجتماعية في مصر سؤال ده يا جماعة مر علينا تقريبا في كل الامتحانات اللي فاتت طيب تعالوا نشوف يعني نكتب نفس الإجابة برضو هنقول إيه أدى لانتهاء نفوذ المماليكة طبقة حاكمة ويتضاء النفوذ على ماء الأزهر وتضاهر طبقة التجار وظهور طبقة الأعيان وعمال الصناعة وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة نشوف السؤال الثاني بدأت الأزمة المالية في مصر في عهد سعيد باشا الدليل على كده هو إيه؟ أنه عقد أول قرد مع أحد البنوك البريطانية في عام 1862 وبعدها اندفع في الاستدانة خلاص بقى العمليا بقت سهل لو بدأ يستدين بقى بشكل كبير أو سؤال آخر سؤال عندنا ما رأيك في إشراق نابليون للعلماء والأعيان للمصريين في الدووين؟ رأيي أن بوافق طبعا على ذلك من حق المصريين أن يشتركوا في إدارة شؤون بلادهم وأن نابليون بنابرة فعل ذلك إرضاءا للمصريين وكسبا لثقاتهم وولاقهم ولكي يشركهم في السلطة التشريعية في البلاد حتى يتمكنوا من إدارة شؤون بلادهم طبعا كده إحنا خلصنا الامتحان طبعا كده حلينا مع بعض محافظة القاهرة والسكندرية والجيزة والأليوبية يعني مجموعة امتحانات كويسة إن شاء الله برضو هنكمل مع بعض لسا مكملين بقية الامتحانات بإذن الله أتمنى بس أن انتوا تكونوا بتحل الامتحانات والأسئلة دي التحريري متكتفوش بالسماع فقط وزي ما احنا شايفين في أسئلة بتتقرر معنا كتير تقريبا في الأربع امتحانات في أسئلة تقررت فده دليل على أهميتها فالركز عليها كويس قوي اللي ممكن نلاقيها من أسئلة الامتحان السنة دي بإذن الله شكرا لحسن استماعكم أشوفكم على خير في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة